تصعدت المواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في عدد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق الثمانية والاربعين وتسبب اطلاق قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على متظاهرين مدنيين في قتل فلسطينيين اثنين احدوهما طفل وأوقع عشرات الجرحى والمصابين ليرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة وحده الى احد عشر شهيدا منذ بداية الاحتجاجات واسفرت مواجهاتهم بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عن اصابة اربعة فلسطينيين بالرصاص الحي غرب مدينة طولمكرم بطفة الغربية كما اصيب صهيونيين اثنين احدهما مجند في عملية طعن قرب مستوطنة غان شموئيل قرب الخضيرة وسط فلسطين المحتلة واصيب منفذ العملية بجروح وواصل الاحتلال استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت قوته عددا من الفتية واعتدت على اخرين بالضرب المبرح قوات الاحتلال استهدفت كذلك سيارات الاسعاه بالرصاص الحي وذلك اثناء المواجهات المندلعة على حجز حراه جنوب نابلوس وفي سياق ذاته قررت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين الثلاثاء المقبل بمقر الاملة العامة للجامعة العربية بناء على طلب من دولة فلسطين وبثأييد جميع الدول الاعضاء ويناقش الاجتماع العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني واقتحام المسهد الاقصى وتدنيسه